أجرى معالي رئيس الوزراء بايمي باداكي ألبير خلال إقامتي ببلجيكا لقاء مع رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي وكذلك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجي البلجيكي كلنا على حدة وبحث معهما رئيس الوزراء علاقات التعاون المشترك بين البلدين قالد مسلحك يواصل رئيس الوزراء بايمي باداكي ألبير لقاءته في بروكسل على هامشي منتدى كرانس منتانا وفي هذا السياق أجرى مقابلة مع رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي كاترين ديفرينج رئيس الوزراء بايمي باداكي ألبير الذي كان محاطا في هذا اللقاء بوزير الخارجية وأمين الدولة في التخطيط التنموي وأمين عام رئاسة الوزراء وسفيرة شاد في بلجيكا تناول مع رئيسة مجلس الشيوخ العلاقات القائمة بين شاد وبلجيكا خصوصا في ظل التحولات التي اجتشهدها شاد من خلال سعيها لإجراء إصلاحات مؤسسية تشمل العديد من المجالات وفي هذا الصدد أعرضت رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي استعدادها لتقديم الدعم الفني والإسهام في الدفع بعملية الإصلاح نحو الأمام كما أن موضوع الحظر الأمريكي لم يغب عن اللقاء حيث انتهزت كاترين ديفرينج الفرصة وأشادت بالدور الرئيسي الذي لعبته شاد وجهودها في مكافحة التطرف والإرهاب خاصة في منطقة الساحل وضمن القوات المشتركة في مجموعة الدول الخمس في الساحل وفي هذا الإطار حث رئيس الوزراء فاهمي بداكالبير المجتمع الدولي على دعم هذه القوى المشتركة حتى تتمكن من أداء دورها في التصدي للإرهاب كما أجرى رئيس الوزراء فاهمي بداكالبير لقاءا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجي البلجيكي دي دي رايدرز وخلال اللقاء استعرض الجانبان علاقات التعاون المشترك بين البلدين وبما أن بلجيكا قد شاركت بفعالية في مؤتمر حجد الموارد لتمويل الخطة الوطنية للتنمية فقد دعا رئيس الوزراء القطاع الخاص في بلجيكا للاستثمار في شاد مشيرا إلى أن هناك تطمينات بشأن البيئة المهيئة للأعمال والتسهيلات والامتيازات التي توفرها الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي وكما تطرق اللقاء بين الرجلين إلى الجهود التي بذلتها شاد لمكافحة الإرهاب خصوصا في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الأمر الذي يستدعي تحرك المجتمع الدولي وبشكل عاجل لتقديم الدعم إلى شاد من أجل القيام بدورها في مكافحة الإرهاب على النحو الأفضل أخضر خلال إقامتي بالعاصمة البلجيكية بروكسل قام مع الرئيس الوزراء بايمي بادكي البير بزيارة إلى مقر الاتحاد الإفريقي ببروكسل حيث التقى بالسفراء الأفارقة وتحدث معهم حول أهمية التعاون والتضامن بين أبناء القارة وحثهم على التمثيل الجيد للقارة الإفريقية في أوروبا انتهز رئيس الوزراء بايمي بادكي البير فرصة تواجده بالعاصمة البلجيكية بروكسل حيث قام بزيارة إلى مجموعة سفراء الدول الأفريقية وذلك بمقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة البلجيكية بروكسل وتهدف الزيارة إلى تعميق العلاقات وتعزيز التعاون والتضامن بين دول القارة الأفريقية وقد رافق رئيس الوزراء في هذه الزيارة وزير الشؤون الخارجية أمين الدولة في التخطيط التنموي وأمين عام رئاسة الوزراء وفي الكلمة التي وجهها رئيس الوزراء إلى الدول ماسيين الأفريقى بهذه المناسبة شكرهم على حفاوة الاستقبال داخل مقر الاتحاد الأفريقي في بروكسل الذي يمثل رمض التواصل بين القارتين الأفريقية والأوروبية وقال إن الدول الأفريقية يجمعهم مصير مشتركة وإذا كانت القارة تعاني اليوم الإرهاب والصراعات فإنها بحسب الدراسات ستكون خلال العقود القادمة قارة المستقبل الأمر الذي يفرض على الجميع تحديا حقيقيا ويتطلب من الدول الأفريقية التضامن والوحدة والتنسيق وقال إن شاد من جانبها قررت التضامن مع الدول الصديقة والشقيقة في القارة ويظهر ذلك جليا في القرار الذي اتخذته بالتدخل في مال الكاميرون والنيجر ونيجيريا لمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة لذلك طلب من جميع الدول التحرك سويا لمواجهة هذا الخطر الذي بات يهدد مستقبل القارة الأفريقية ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق التنمية وتعزيز الديمقراطية وطلب منهم رئيس الوزراء أن يمثل القارة الأفريقية خير تمثيل في أوروبا من خلال توطيد العلاقات بين القارتين الأفريقية والأوروبية سفير جمهورية الكاميرون باعتباره عميد السفراء لفارقة تناول الحديث شاكرا رئيس الوزراء على اهتمامه وقيامه بهذه الزيارة وأشار بالرسالة الهامة التي وجهها لهم وقال إنهم يسعون إلى التمثيل الجيد للقارة الأفريقية في أوروبا مثنيا على دعوة رئيس الوزراء لهم إلى التضامن فيما بينهم مشيرا إلى الدول المهم الذي لعبته جاد في بلاده الكاميرون والدول الأخرى في التصدي للإرهاب معربا في الوقت نفسه عن تضامنه وتضامن باقي السفراء لفارقة مع شاد خصوصا فيما تعرضت له من إجحاف برغم التضحيات الجسيمة التي قدمتها شاد في سبيل ردع الإرهاب وأبسط الأمن والاستقرار في الإقليم نبقى دائما في بروكسل وفي ختام أعمال منتدى كرانس وونتانا التي جرت بالعاصمة البلجيكية بروكسل تم التكريم والاحتفاء بعدد من الشخصيات تقديرا لها على إسهامها في جعل العالم أكثر إنسانية وأكثر أمنا وقد تم التكريم رئيس الجمهورية إدريزي بيتنو بالميدالية الذهبية تسلمها نياوة عنه رئيس الوزراء خالد مسلحي اختتمت فعاليات منتدى كرانس وونتانا الجمعة 27 أكتوبر الجاري بفندق بلازا بالعاصمة البلجيكية بروكسل وسط حضور لبعض الشخصيات التي تم الاحتفاء بها في نهاية أعمال المنتدى التي جرت تحت رعاية نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجي البلجيكي دي دي ريدرز وقد تضمن برنامج المنتدى عقد حلقات نقاش حول عدة مواضيع من بينها أفريقيا كشريك أساسي في تحقيق الأمن العالمي والذي عقد قبل اختتام المنتدى وكانت لرئيس الوزراء مداخلة أشار فيها إلى أن أفريقيا شريك أساسي في تحقيق الأمن ويجب على المجتمع الدولي أن يدرك ذلك كما يتعين عليه خاصة القارة الأوروبية أن تسعى كشريك إلى المساهمة في تحقيق التنمية في القارة الأفريقية من أجل إنقاذ الشباب من براث الإرهاب والهجرة غير الشرعية ولكي تتمكن أفريقيا باعتبارها قارة المستقبل من المساهمة في تحقيق الأمن والسلم العالميين وكما دأب المنتدى في نهاية أعماله بتكريم بعض الشخصيات المرموقة وتسليمها جوائز وميداليات ذهبية تقديرا لجهدها ومساعيها نحو تحقيق مستقبل أفضل للعالم وقد تم في هذا الصدد تكريم رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو وبمنحه الميدالية الذهبية عرفانا وتقديرا لشخصه على القرار الشجع الذي اتخذه من أجل التصدي للإرهابيين والجماعات المتطرفة في مال الكاميرون النيجر ونيجيريا وقد تسلم الجائزة نيابة عنه رئيس الوزراء فاهمي بلاكي البير الذي مثله في هذا المنتدى رئيس الوزراء عقب تسلمه للجائزة عبر عن فخره لاستلام الجائزة نيابة عن الرجل الذي شهد له العالم بالشجاعة والذي تحت قيادته أصبحت جهاد الدولة الأفريقية السباقة وفي مقدمة الدول في التصدي للإرهاب ومساندة الدول الصديقة المتضررة من هذه الظاهرة هذا ونشيره لأن تكريم رئيس الجمهورية في هذا المنتدى يعد تكريما لشاد وعرفانا بالتضحية الكبيرة المالية والمادية التي قدمها أبناء شاد ثمنا لمكافحة الإرهاب اشتركوا في القناة